اشتركوا في القناة محمد عبد الشافي عقب نهاية مباراة فاركو وهتفت الجماهير لزيزو عقب نهاية مباراة فاركو زيزو هو الاصل احسن لاعب في مصر ومن جانبه حرص اللاعب على الذهاب للجماهير ورض لهم التحية بعد نهاية المباراة امان فاركو انفجر جمهور الزمالك بالهتاف ضد مرتضى منصور وادارة الداء النادي بعدما تسببه في موسم الفارق الثالثي حيث هتفت الجماهير في المدرجات اللي بيحصل شيء عادي ادارة سمسارة ضمر النادي مصدر بالزمالك الزمالك اولوياته حاليا هي انهاء ازمة القيد وتوفير مستحقات صفقة شيكبالي لسبورتينجلش بونا وذلك حتى يتسنى للفريق قيد صفقاته الجديدة واضاف الزمالك الاولوية الاولى له في التدعمات خلال فترات الانتقالات الصيفية حسم صفقة مدافع يجيد اللاعب بالقدم اليسرى بناء على طلب خوان كارلوس اساريو والنادي رشح اربعة لاعبين ويفاضل المدرب الكولومبي بينهم للتعاقد مع احدهم عقب حل ازمة القيد واتم في الوقت الحالي الزمالي القريب من التعاقد مع محمود حمادة لكنه اشترط على النادي التوقيع قبيل انهاء ازمة القيد خلال الفترة المقبلة اقترب منتخب مصر الاولمبي من الاتفاق على مباراة ودية قوية خلال الفترة المقبلة من اجل الاستعداد لأولمبيد باريس وكشف تقرير صحفي محلي عن وجود اتفاق بين البرازيل روجي ميكيلي ومدرب منتخب البرازيل الاولمبي على خوض مباراة ودية في نوفمبر المقبل ويسعى منتخب مصر لخوض مباراة قوية ضمن خطة الاستعداد لأولمبيد باريس حيث يرصد الجهاز الفني خوض ستة مباراة ودية قبل البطولة الهامة الوطن سبورت ميكيلي مدرب المنتخب الأولمبي استقر بالفعل على الثلاثي وهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد نجم الزمالك السابق وننت الفرنسي الحالي ومحمد الشناوي حارس ناري الأهلي واضفت تقرير محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد الشناوي يتواجدون في القائمة الأولية لمنتخب مصر الأولمبي والتي سيختارها ميكيلي مدرب المنتخب للتواجد مع الفراعنة في أولمبيد باريس 2024 وأتم إلى أنه سيجري التنصيق مع اتحاد الكرة لمعرفة موقف أندية اللاعبين السلاسة من التواجد في المونديال حال وجود رفض من أندية أي منهم سيجري البحث عن بديل مثل ما حدث مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيد الماضي برفض ليفربول تواجد محمد صلاح مع المنتخب لمسؤول الزمالك موافقته على عودة أحمد أيمن منصور خاصة أنه طلب من قبل ضرورة تواجد مدافع يلعب بالقدم اليسرى ومن المقرر أن يتواجد أحمد أيمن منصور في تدريبات الزمالك الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها في السعودية محمد إسماعيل مدير كرة أمبي العقد السلاسي مع الزمالك وأحمد عيد موقع من كل الأطراف من بداية الموسم وأكمل يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد وهو موقع من بداية الموسم تواجد مصطفى شلبي بملعب استاذ القاهرة الدولي لمؤازرة فريقه في المباراة التي يغيب عنها بسبب الإصابة التي تعرض لها بوجه القدم أبلغ مسؤول نادي الزمالك لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري محمود علاء بالعودة إلى التدريبات استعدادا للمشاركة في البطولة العربية وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أسوريو ومشاركة محمود علاء مع الفريق بالبطولة العربية بالسعودية لتدعيم قائمة الزمالك قبل الواقع المسابقة قناة الكاس القطري عبر فيسبوك بيرمتز المصري اتفق مع التعاون السعودي على ضم الجناح الدولي المصري مصطفى فتحي وإجراءات بسيطة بين الناديين قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة كشف أحمد حسن عبر حسابه الشخصي فيسبوك مصدر داخل الأهلي أشرف بن شرقي طلب راتب سنوي ضخم نسير على سياسة مالية لا يمكن الخروج عنها للحفاظ على غرفة خلع الملابس كتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه الشخصي على تويتر محمد عواد يرفض حتى الآن الرحيل لأي نادي مصري حال الرحيل عن الزمالك ويتمسك بالاحتراف الخارجي اللاعب يمتلك عرضا من أحد الأندية الدرجة الثانية في السعودية بس كده هايلي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك أتمنى الفكرة وكتفوك على علبكم لدعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب ليتوني متشاكل ليكو جدا على دعمكم لو عندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات انتظروا تعليقات أساريو وميدو وأيمن يونس ترجمة نانسي قنقر